اشتركوا في القناة تتجه انظار الملايين من مختلف انحاء العالم خلال ثلاثة ايام لمتابعة انطلاق اول سباق ليلي لهذا الموسم في البحرين والجولة الثانية والسباق رقم 999 للبطولة العالمية وانطلقت اولى فعاليات سباق جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج 2019 الفورملا ون وهي التجارب الحرة الاولى والثانية للسباق كما شهدت فعاليات الحلبة لليوم الاول جولات حرة وجولات تأهيلية للبطولات المساندة كبطولة الفورملا 2 وبطولة كأس التحدي البورش جي تي 3 الشرق الاوسط وكانت الحلبة امتلأت يوم الخميس بزوار سباق بلا حدود واستمتعوا بالفعاليات الترفيهية وجولة ممرات الصيانة والتي لاقت اقبالا كبيرا من الجماهير إلى جانب رؤية فرق الفورملا ون العالمية عن قرب وكيفية استعدادهم للسباق العالمي وينطلق سباق هذا العام الذي يمثل الذكرى الخامس عشر لاستضافة البحرين للبطولة إلى جانب جدول حافلا من الفعاليات الترفيهية والسباقات الدولية والحفلات الغنائية ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة